أهلا بحضراتكم من جديد في بعض العدات والتقاليد في المجتمع لازم تتغير حيث أنا مش قادر أقتنع أن العدات دي لسه موجودة أصلا أو في حد بيفكر بالشكل ده دلوقتي بس أوكي ممكن تكون لسه موجودة بالنسبة زي مثلا الثقر الطار يعني زي ما بيسموه واختان الإناث ختان الإناث ده موضوع مش متخيل أن حد لسه برضو يكون بيفكر بالشكل ده غير طبعا النزاعات اللي بتبقى موجودة في بعض المناطق وده يمكن بسبب الحاجات دي فريق الطريق قرر أنه ياخد مبادرة إيجابية وبدأ ينزل في المحافظات كلها من القاهرة الإسكندرية والصعيد ويعمل محاضرات وورش ويعلم الناس فيها التعايش وتحقيق السلام الاجتماعي وكمان بيهتم بتمكين الشباب والمرأة وعشان يحقق ده بيوفر طبعا مجموعة من الباحثين والأكاديميين علشان يقدروا يقدموا الورش دي في المحافظات والحقيقة أثناء هذه الورش بيركزوا في ألقاءات على تعزيز الثقة بين الشباب عن طريق استخدام الحوار والتركيز على الهوية والتاريخ المصري خلانا نعرف أكتر عن المبادرة من ماجد موريس مؤسس مبادرة طريق لتحقيق السلام الاجتماعي أهلا بيك ماجد منوارنا أهلا بيكم شكرا على الدعوة الكريمة دي أهلا بيك منوارنا ومشرفت شكرا شكرا بنوارك في البداية محتاجين نعرف منك بقى تفاصيل أكتر عن مبادرة طريق والفكرة نفسها جت إزاي؟ الحقيقة هو الموضوع بدأ من وقت ما كنت بحضر مشروع التخرج بتاعي في كلية علوم سياسية في جامعة القاهرة اشتغلت أكتر على فكرة البعد الثقافي للتنمية وكان في أخيرها كده في فكرة أنه إحنا محتاجين يكون في دعم أكتر للتنمية الثقافية ودعم البعد ده في مشوار التنمية طول الوقت إحنا بنحب نركز على الجانب الاقتصادي لأنه الأهم بطبيعة الحالية وشوية أكتر بعمل الماجستير اشتغلت على دور الفن في نشر الثقافة والوعي والتغيير الاجتماعي وأنا بشتغل على ده شفت قد إيه فن يعني ناس بسيطة جدا عملوا مصرح شارع حياتهم اتغيرت إزاي فئة من المجتمع كنا بنحكم عليهم دايما بالهماجية يعني فئة ما دخلوا بس ورش فنية بسيطة عملوا مصرح شارع حياتهم اتغيرت طريقتهم نزعتهم اليومية اتغيرت من هنا بدأت الموضوع يشغلني أنا نفسي أعمل خطوة نفسي يبقى في حاجة بتجمعنا الفن طريق المواهب طريق وفضل الموضوع يختمر كده معايا لحد ما اشتغلت في هيئة دولية في مصر كشغل أساسي ليا بعد الماجستير في مجال التنمية وانزلت في محافظة من محافظات جنوب مصر في الصعيد واشتغلنا على اللي بيسموها مشاريع بناء السلام مشروع بناء السلام الاجتماعي وحل النزاعات بدأت نشتغل مع الشباب خصوصا بقى احنا طول الوقت بنتكلم عن انه اي نزاع بيجي في بلنا نزاع طائفي والحقيقة مش ده طول الوقت الموجود ومش مصر يعني ومش مصر طول الوقت حتى لو ده موجود هو موجود في وسط نزاعات تاني احنا بنتكلم عن نزاع ما بين البني آدم وبينه وبين نفسه نزاع أسري ما بين الأب وابنه نزاع ما بين الأسر ونزاعات في الشارع طول الوقت بتبدأ الدايرة تتسع بقى بزبط وبتبدأ الدايرة تتسع فأي حاجة بسيطة بتيجي هم نتكلم عن سلوك عنيف في الآخر يعني وبدأت بقى أتعمق أكتر في دراسة الموضوع ده واهتم بيه لحد ما لقينا كده ايه الرؤى اجتمعت أنا وزميلي اللي شغالين معاه وبدأنا نعمل خارج شغلنا مبادرة طريق هدفها ان احنا نجمع ليه طريق؟ نجمع الناس شوية على طريق مشترك اكتشفنا في نشاط اسمه معسكر سلام احنا بنجمع ناس مختلفة ونطلعهم بره منطقتهم ونبدأ نتكلمهم يا جماعة هنلعب هنلعب مع بعض هنكتشف نفسنا هتكتشف الآخر هنعرف يعني احوار نبدأ نطرح عليهم حاجات اللي هي الجدلية يعني هنعمل كذا مين موافق مين رافض حضراتكم عارفين في مجتمعنا احنا بنميل ايه لفكرة انه لا انت لو مش معايا يبقى انت ضدي ماينفعش انت تمش معايا ورأيك برضو يحترم وده مفهوم خاطئ للأسف اه جدا افترض نتخلص من متلازل الأمور بالضبط والأسف احنا لقناها لسه موجودة يعني بطبيعة لازم اجابة نموزاجية واحدة ففكرة اجابة نموزاجية واحدة احنا في نظام التعليم بنخرج من ده دلوقتي فما بالك بقى كمان المجتمع نفسه محتاج يخرج بره فكرة انه الموضوع الواحد ليه اجابة نموزاجية واحدة اشتغلنا على ده لقينا فكرة التعايش بتنقصنا جدا انه الولد يتعرف على البنت احنا نتكلم دايما مشروعات تنموية جندرية والنوع الاجتماعي لقينا انه انت محتاج يحصل حوار بدأنا نعمل ده نبدأ بمبادرة بسيطة نعمل معسكر طريق نجمع الناس على طرق مختلفة نجمع الناس من مناطق محافظات مختلفة اشتغلنا مثلا مع الكنيسة المصرية مع مجموعة من الشباب ازاي في مشروع اسمه بره الصور ازاي تكتشف ما هو بره الصور بره صور نفسك وبره صور الكنيسة وبره صور المجتمع اشتغلنا مع مجموعات وفئات موجودة في مناطق احنا بنسميها كده بنحط اللابل بتاع مناطق عشوائية في بعض محافظات مصر ومش بحسه لفظ لطيف يعني هي مناطق اقل من غيرها فاللي فيها ماخدوش قدر معين من التعليم والثقافة فبالتالي سلوكهم بيميل للعنف اكتر فبدأنا نشتغل معاهم اطلع برضه بره الصور فكرة الفئات المختلفة اللي اشتغلنا معاها خلتنا نتقدم اكتر يضم علينا اكاديميين باحثين نشتغل عن محتوى لحد ما بدأنا نقدم نفسنا الهيئات الدولية على اننا احنا نقدر نكون استشاريين نيسر معسكرات انتوا حابين تعملوها تطور الموضوع اكتر بقينا نشتغل مع اليو اس ايد الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في المشروع او حاجات زي الحضارك زكرتها ليه علاقة بتمكين المرأة الاقتصادي والاجتماعي في جنوب مصر في المحافظات الجنوبية جميل جدا لانه في الاخر احنا اكتشفنا انه هو طريق لو انا وحضراتكم اجتمعنا عليه هنعرف نعبر عن نفسنا لو ارتحنا هنعرف نعبر عن نفسنا ونرجع مجتمعنا بقى كل واحد مجتمع بمعنى قريتي الصغيرة اشق طريبة مختلف اقدر اجمع علينا حلو عبدا انا مشيت على الطريق اللي حضرتك رسمته تمام اخر الطريق ده ايه انا استفدت ايه حلو جدا هي الفكرة انه احنا بنرسم بس ايه بنقولهم هو الطريق من هنا لكن هو على الطريق ده هو بيحصل الخليط ده من التعايش هو مش لازم الطريق يبقى لي نهاية لكن هو الطريق انا مش بقول له مثلا انت هتعمل كذا هتخش السنة الفلانية هتخلصها هتخش الكلية الفلانية مش ده هدف يعني لو روحنا كده المسهل شعبي قديم بيقولك الكنز في الرحلة بالزبط هو انت عايز تقول كده جدا طب حلو ايه يعني ابرز الاستفادات اللي ممكن استفدها كده في الرحلة هقول لي حضرتك على حاجة احنا من ابرز الانشطة بتاعتنا هو معسكرات السلام معسكرات طريق ورحلات السلام ودي كانت نشاط موجود في مؤسسة دولية حاولنا نكرره كباست براكتس او كممارسات فضلة يعني نكرره من ضمن الحاجات اللي اتقالت احنا في الرحلة دي كنا شباب مثلا مسلمين اول مرة يخشوا الكنيسة كانت الكنيسة المعلقة وشباب مسيحيين اول مرة يخشوا مسجد كان جامع عمر بن العص وهم بعد كده طلعوا راحوا الاهرامات بنكتشف قد ايه احنا الجينات الحضارة دي مش بس اكتاب القراءة اللي موجود فيه ان احنا حضارة من خمس تلاف او سبع تلاف سنة ولكن هي تراكم من الحضارات مخليانا النهاردة والحضارة مش هي الاهرامات ولا هي الكنيسة المعلقة ولا هي مسجد او جامع عمر بن العص ولا كده ولا بنايات يعني هي معالم لحضارات مرت علينا بالضبط هي موسيقى وفن يمكن حد جميل قوي معانا كان مرشد سياحي قال لنا حضارتنا قامت على انا وانت عشان نعيش مش انا وانت عشان نعيش فهنا لما حد من الشباب يقول ده مصر طلعت فعلا جميلة ده مصر جميلة فعلا زي ما الاغنية بتقول هنا ده بالنسبة لنا كنز احنا اكتشفناه في مسيرة ورحلة من ضمن الكنوز اللي بناكتشفها لما شاب يقول انا كنت فاكر ان انا مرفوض من الاخر ده الاخر ده اللي هو مش لازم مسيحي ومسلم ولد وبنت اهلاوي زمالكاوي ريال مدريد وبرشلو مش لازم كده مش لازم التضاد ده ولكن ابسط حاجة انا كنت فاكر ان مرفوض من اخويا من صاحبي ده لما عدنا مع بعض وتشاركنا في مسيرة وعي ذاتي اللي بناخدها دايما اول يوم وتاني يوم من المعسكرات اكتشفت ان انا بشارك مناطق وجع انا عانيتها في طفولتي زي ما هو عانى منها مثلا فلاقينا مساحة مشتركة نعرف نتكلم فيها المساحات المشتركة دي اعتقد في مجتمعنا محتاجين طلوقت نفتحها مساحات مشتركة يمكن مؤخرا بقت موجودة زي مراكز الشباب والمدارس وانشطة المدرسية كانت موجودة زمان بدأت كانت تختفي ورق بدأت ترجع تاني الحمد لله يعني انه يبقى في المساحات المشتركة دي لما انا وحضرتك في الرحلة او في المسيرة نكتشف ان فيه مساحة مشتركة انا بكتشف اني مش لوحدي مش لوحدي في التحدي ده مش لوحدي في الحاجة الحلوة دي واني المساحات المشتركة مع الوقت عكس بقى اللي بنعيشه طول الوقت انه اي خلاف حضرتك شايفها سبعة وانا شايفها تمانية مش عارفين نعكس ونشوف الموضوع من وجهتين نظر الموضوع بيتحول انه فيه ارض مشتركة انا ممكن اجيبك تشوفها تمانية ممكن اجيبك تشوفها سبعة بالتالي الشخص اللي بيدخل المعسكر بيخرج منه بفكر مختلف بفكر مختلف وتحدي انه يغير مجتمعه كمان عايزة اكلمك في حاجة متخصصة شوية انتوا كمان بتعملوها لو احنا دلوقتي عايشين في سنة عشرين تلاتة وعشرين ولسه للأسف فيه نسبة الماء في المجتمع بتفكر انها تاخد طار او انها تعمل عملية ختان الانات دي موجودة النسبة دي ولكن احقاقا للحق ضئيلة جدا والعديد من المبادرات الخاصة بالدولة اللي بتطلقها بمختلف مؤسستها وقطعاتها الى جانب مبادرات الشبابية زي مبادر الطريق بيحاول انهم يغيروا العادات الخطأة دي لكن انك تجيب شخص افكاره وعاداته وتقاليده مزروعة جواه وهو شايف انه هو كده صح اعتقد فيه صعوبة جدا انك تجيب شخص تغير فكره للعكس وتقوله ان العادات او التقاليد الحاجات اللي انت بتفكر فيها دي خطأة تماما ممكن ده يحصل بس في قضايا مختلفة لكن لو جينا نتكلم زي السقر او ختان الانس دي اللي بتبقى يعني دقيقة شوية هنلاقيتوا صعوبة في ده مية في المية يعني يبقى كذاب لو قلت لحضراتكم ان احنا بنخلص المعسكر الشاب او الشابة بيتغيروا ده مستحيل يعني مستحيل حاجات اتزرعت ولو قلت الحقيقة انه هو اتغير هو بيرجع مجتمعه في نفس العادات لو هو عبر عنها هيبقى متمرد لو عبر عن غيرها هيبقى متمرد هيتشاف انه متمرد او خارج عن السربي يعني بيغرد وحيدا لكن لحن بنقدر نعمله احنا دايما بنقول لهم انتو بتخرجوا من هنا صناع تغيير وصناع امل يمكن المؤسسات الدولية دلوقتي المشروعات بيسموهم champions ابطال تغيير change champions انت بطل تغيير في مجتمعك الشخص اللي هو على مستوى المجتمع بيخرج مش متغير مية في المية ولكن شاف طاقة نور طاقة نور هو عايز يسعى انه فيبدأ يفكر بقى هي دعوة للتفكير لانه انا مدرك لحاليك قلتي فيه مبادرات كتير اوي بتشتغل على القضايا بس القضايا دي تزارعت نتاج ثقافة وارث توارث اوي 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 انا النهاردة عمري ما بمبادرة ولا اتنين ولا بتلاتة بامكانيات دولة وبامكانيات مجتمع مدني ما هعرف اهدمها لكن انا هقدر اقول له ان فيه طريق تاني مختلف انه فيه طريق تاني فيه نور انه الاخر ده هو مش بعبه انه العادات السلبية دي اللي انت عشتها هي خلت حياتك كده ففيه حيات تانية مختلفة بس انا اختلف معك فحاكة لا امكانيات دولة تقدر والدليل على كده ان احنا بنقول النسبة قلت اوي وامكانيات دولة مش عافية يعني امكانيات دولة عام طرق المشروعة التعليم التثقيف التنوير وبيساعد في ده منظمات مؤسسات المجتمع المدني منها الحضرتك بتعمله او ده ليه دور كبير جدا لو مالوش دورة مكنش تعمله على فكرة فهو ليه تأثير يعني امكانيات دولة ومجتمع مدني على مدى قصير بمعنى انه مستحيل اقول انه الخمس سنين الجاي مقدرش اقول احط مدة زمانية محددة مقدرش لانه دي اجيال اتربت يعني النهارده واحنا بنغير نظام التعليم في صعوبة اي تغيير فيه الناس مش بتقبل التغيير بسهولة ممكن يكون محتاج وقت محتاج ان نتعود على نظام جديد الشاب او الشابة لما هيجولي هيلقوني بقول فكرة مختلفة عن اللي المجتمع بيقولها لهم عن اللي والده والدته بيقولوها هيشوفني انا راجل متمرد لكن لما اغدف الطريق بقى عشان كده هي معسكر طريق او موضر الطريق انا لما بغدف مسيرة هو بيحس خلال المسيرة انه انا مبسوط بالمسيرة المختلفة دي بطاقة النور اللي اتفتحت انا بسعى لنكون قائد تغيير او بسعى للتغيير فيه ناس بتفضل بتريزست زي ما احنا بالريزست اي تغيير في حياتنا حتى على المستوى الشخصي ولكن الاشخاص دول بنتعامل معاهم انه انت فوزت مجموعة مقبول انت فوزت حتى لو انت متمسك بقراءك انا مش بقولك حاجة لان انا لو بدعو اني لتعدد القراء وانه الشخص ما يبقاش يعني متطرف في رأيه حتى التطرف الرياضي تطرف عن غلاق يعني حكتين فلازم اسيبه براحته واقوله اعرض له وجهة النظر التانية انا بيوريك حياة مختلفة بوريك افق جديد بفتحه قدامك انت حابب تشوفه وتعيشه وتاخد الخبرة اللي غيرك عمل كده وصل كذا واللي انت ما عملش وصل كذا والحوار المشترك ما بينهم برضو بيخلق نهم من التفاهم وتغيير الفكرة مية في المية هو لما بيشوف انه احنا اختلفنا اصلي هو احنا في حاجات كتيرة بيشوفناها في المحافظات اختلاف بيساوي خناءة وده للأسف غلط يعني كبير جدا الاختلاف بيساوي اهلا دايما انا وعمر بن تخانق لازم يدونا ورشة لازم نشترك معهم الاختلاف بيساوي احنا الاتنين مختلفين لانه ده بالطبيعة ده طبيعة الامور ان احنا نكون مختلفين لو طرحنا قضية دلوقتي بعد البرنامج احنا التلاتة موكي يبقالنا ثلاث قراء مختلف وثلاث وجهات نظر ده مش معناها انه حد مختلف معناها انه كل واحد ليه تاريخ شخصي مختلف ليه مسيرة شخصية مختلف ليه قدر من التعليم مختلف فعلشان كده انا منفع شحكم ودي اول حاجة بنقولها انا شايف ان فيه اعمار مختلفة في تناولكم الورش ده حقيقي هنا كنا بنشتغل على برنامج للشباب الاعلامي لتأهيل شباب في اعدادي وسنوي انهم ازاي يروحوا ناحية الاعلام اكتر وكنا بنشتغل معهم على مهارات الاختلاف لانه كاعلام انا محتاج عرف اختلف ومحتاج افهم صناعة المحتوى ازاي يكون يعني حاجة بتعمل دمج وتدعمل دمج ولفكرة الدمج هنا كنا بنشتغل مثلا مع مدرسات ابتدائي وحضامة ازاي يقدروا يديروا النزاع هنا دي من اخر مبادراتنا هي مبادرة مدعومة بمركز الملك عبدالله لحوار الثقافات المركز العالمي هنا دي مبادرة في قرية من قرى المينيا شباب يعني زي الفل بناخد معاهم مسيرة بناخد معهم مسيرة اجتماعات هم شباب مختلفين شباب وبنات مختلفين خالص مسيرة اجتماعات الاول نفهمهم يعني ايه اعرف نفسك يعني ايه تعرف قيمك انت الاول وبنلعب معاهم لعبة اسمها كروت عليها الايمة ان انت محتاج تعرف انه في قيم احنا في حياتنا محتاجين ان نتمسك بالقيم دي وفي نفس ده كان اول اجتماع وكان في بدايته في رمضان فعملنا حفل افطار جماعي وكان الجميل انه فعلا هم ناس مثلا من نفس القرية بس هم على الترابيزة دي اكتشفوا انه هم مختلفين في حاجات كتيرة اوي زي ما بحب اقولها دايما انه الموضوع في بناء السلام مش يحيى الهلال مع الصليب الموضوع مش مسلم ومسيحي الموضوع ان احنا بشر مختلفين قاعدين على الترابيزة واحدة بنأكل انا ممكن ماكنش صايم طول النهار شخص مسيحي ولكن جاي وافطر معاك بشركك في لحظة انت هتشاركني في العيد بغض نظر عن السنة اول فئة بالزبط هنا يمكن عمرهم كانت متقربة في اخر مبادرة ودي اخر فئة كنا بنشتغل معاها اللي فاتت هي اللي عملنا معايا رحلة السلام وكان رد فعل هائل هنا من برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفتيات كان تبع اليو اس ايدو مؤسسة النداء انا ملاحظة ان فيه عدد كبير بيشارك فده معناه ان فيه وعي في الشباب يعني ان هم وعيين ان هم يشاركوا في حاجة زي كده علشان يغيروا افكارهم او علشان يحققوا السلام الاجتماعي فيها دي حاجة جميلة جدا ده جزء كبير جدا لكن جزء كمان هو ده تحية وجبة وشكر لكل المؤسسات اللي شغالة اللي بنسميها مؤسسات قاعدية اللي موجودة فعلا مع الشباب دي مؤسسات بتقدم على مشروعات دولية دعم دولي مثلا زي او اس ايد زي سي ار اس كل المؤسسات الدولية بيعملوا مشروعات المؤسسات دي لو هي ما عندهاش وعي مش هتعرف تجيبنا كاستشارين واحنا لو مش بنعمل الخطوة دي مش هنعرف نشتغل مع الشباب طيب بس يا ماجد انت فيه حاجة الحياة مهمة انا حابة بقى اختم بيها انت اشرت اليها اكتر من تلات مرات او تلات مرات بالزبط بشكل مباشر او بشكل غير مباشر انا حابة اكد عليها ممكن يكون فيه نزاعات او فيه بعض المشكلات او فيه بعض العادات والتقاليد المتورسة الخطيئة في مجتمعنا لكن فكرة ان احنا نسيج وطني واحد دي انا حابة اكد عليها جدا مش بالشعرات لا بالادلة يعني انا عايز اقول على مدى تاريخ مصر انا عمري ما شفت مشكلة طائفية داخل مصر ولو رصدنا بعض المشكلات فيها بتبقى مشكلة عادية بين اسرتين مثلا مصادفة ان اسرة مسلمة واسرة مسيحية فاللي عايز بقى يستطفل مالعكرة زي ما بيقولوا يعني باللغة الدرجة بيقولك الحق وحاجات كده ولكن ده مش حقيقي خالص عمرنا ما شفنا نزاع طائفي داخل مصر بالشكل اللي هو يسكر اللي ممكن يكون نزاع عادي ومصادفة طب يعني ادلة قريبة من التاريخ القريب يعني نتفرج على ثورتي يناير ويونيو يعني مزبوط تلاقي ان لو حد وكان في محاولات لزعزعة الاستقرار وفض النسيج الوطني ده وان هو للتحام ده يفك وفشلت فشل زريع وكانت محاولات مستميلة وقاتل فالشعب المصري يعني اي حد بيحاول ينسى وهو احنا ربنا خلق لكده سبحان الله فانا حابب اكد على اهمية ده وبشكرك على ان انت ذكرت ده اكتر مرة وان انتو حطينه في حساباتكو يعني لان هي حاجة مهمة جدا للتوعية مش اكتر وللاجيال الجديدة عشان تعرفه لكن هي موجودة ومتحققة وسبحان الله من عند ربنا هي كده يعني احنا نحب بعض احنا مبقاش عارفين مين مسيحين انا صحابي مسيحين بي يعزموني على الفطار في رمضان زي ما انت لسه كنت بتحكي ده عادي على فكرة انا مش مستغرب اللي انت بتقوله واكيد فاطمة قابلت شخصيات ونمازج كده في حياتها الشافة ما بنسألش بعض انت عمرنا ما بين الحكاية لي مش عامدنا خالص كمصرين انا بشكرك جدا انت شرفتنا ونورتنا بجد ماجد موريس مؤسس مبادر الطريق لتحقيق السلام الاجتماعي شكرا بجد وبالتوفيق دايما ان شاء الله شكرا شكرا لاستضافتكم نورتنا وشرفتنا وبالتوفيق ان شاء الله في الخطوة اللي جاي شكرا مشاهدين الكرام بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة نشوفكم بكرة في نفس المعايد وحلقة جديدة من طبور الصباح بنشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء